ومن الأخبار اللي حصلت انبارح للأخبار المنتظر حدوثها اليوم ونهارده ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان حيبدأ مجموعة البرامج التدريبية لشهر يونيو اللي بتهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعات بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة نهارده أيضاً هيتم استقبال تسجيل الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في جامعة سهاج واللي هيستمر لحد يوم الحد اللي جاي الجامعة قالت اللي عنده رغبة في التسجيل يملى استمارة البيانات ويرفقها مع صورة البطاقة الشخصية ويسلمها لمكتب الأمن الجامعي في مبنى الإدارة المركزية بالمقار القديم لسه مع العملات التعليمية وتحديداً في محافظة الإسماعيلية وامتحان الدراسات الاجتماعية اللي كان قال بالدنيا مبارح الامتحان اتصرب ووزارة التربية والتعليم ووزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي اعترف صراحة أن الامتحان اتصرب مبارح وبناء عليه مفروض النهاردة الطلبة في هذا الامتحان الامتحانه مبارح هيكونوا موجودين في لجانهم في نفس معاد الامتحان عشان حيتعاد الامتحان صراحة في مشكلة أن الامتحان اتصرب لازم نشوف ازاي الامتحان اتصرب ونسيطر على الموضوع ده دي نقطة مهمة لكن اللي اعتراف بهذا الخطأ هو من شام الكبار نأمل أن الموضوع ده ما يتكررش بنأمل أن الطلبة تروح مرة تانية تروح تمتحن عشان يكون فيه تكافؤ في الفرص تروح تقدي الامتحان النهاردة وزي ما قالت وزارة التربية والتعليم أن اللي حيتخلف عن أداء الامتحان النهاردة حيكون هو المضرور لأنه هو الامتحان بتاع المرحة لغى خلاص حتى لو جاوبت كويس للأسف حظك وحش لازم تكون موجود النهاردة فيه حاجات يعني ضرورات طبيح المحضورات بنعتذر بكل تأكيد لكل الطلبة وزارة التربية والتعليم اعترفت بكل شفافية أن الامتحان تصر فيه خطأ في التسريب بكل تأكيد وأتمنى من الدكتور طارق شوقي تلافي هذا الخطأ نشوف تتحصل إزاي نعاقب المسؤول وناخد خطوات جدية لمنع التكرار والطلبة هتروح تمتحن النهاردة بعد إذنكم يعظونني لسه بدري على الامتحان الساعة سبعة ونص صباحاً دلوقتي اللي مش عارف يروح على الامتحان النهاردة امتحان الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية وعشان فيه ناس هتسأل مالوش دعوا بقية المحافظات مالوش دعوا بقية الامتحانات هو من امتحان ده بس في محافظة إسماعيلية الدراسات الاجتماعية والنهاردة فقط بسم كاميرين مع حضراتكم في استراد أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة ان شاء الله النهاردة هيكون في مجموعة من المباريات الودية لعدد من المنتخبات وهيكون أبرزها الكاميرون هتواجه نيجيريا المغرب هتواجه غانا وفرنسا هتقابل بولجاريا وبولاندا هتواجه آيسلاندا إسبانيا هتواجه ليتوانيا